السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاكم الستاذ امين عبدالحسيب الضريب. كنا من هرده ان شاء الله على مراجعة سديعة لمنهج الحاسب الالي للصف الاول الثانوي الترم التاني. يلا بينا. هنبدأ بمجموعة من المصطلحات الهمة في المنهج. اول مصطلح معنا اللي هو اللي هو عبارة عن مصدر البيانات الموجودة في الزاكرة اه الداخلية او احد وسائط التخزين الثانوي. تانية معنا اللي هي جملة اسليكت. جملة سليكت دي واحدة من الجمل بتاعة لغة الاسي كيو ال. ودي اللغة الجملة المسؤولة عن استرجاع البيانات المخزنة على احد ايه وسائط التخزين. تاخل قاعدة البيانات. تانية نحية. ويديب. دي طبعا عبارة عن الايه المسمة. المسمة اللي بيحتوى على مجموعة التصنيفات اللي يمكن يستخدمها في التعامل مع قواعد البيانات. المصطلح الرابع. طبعا ده عبارة عن المصنف اللي بيتم من خلاله انشاء متغير باسم. لفتح قناة الاتصال بين قاعدة البيانات. البعضين المصارحة بعدها. اه طبعا ده اللي هو عبارة المصنف اللي بيتم من خلاله انشاء متغير باسم لتنفيذ جمل الاستعلام من داخل قاعدة البيانات. اه اه طبعا ده المسؤول عن المصنف اللي بيتم من خلاله انشاء متغير باسم تي اي اي. يعمل كمحاول بيانات من قاعدة ايه البيانات. عايب اللي بعدها. عندي البروفايدر. البروفايدر وده عبارة عن همزة الوصل بين قاعدة البيانات والفيجوال بيزيك. وكل آآ برنامج قاعد بيانات داتا بروفايدر بيتكون من آآ والكومنت والداتا ادابتور. آآ عندي الماي كونكشن آآ دوت كونكشن طبعا ده عبارة عن الخاصية. الخاصية اللي بتحتوي على المعلومات المطلوبة لعمل ايه قاعدة الاتصال. وطبعا بيحتوي على البيانات اللي هي ايه. بروفايدر داتا. آآ عندي كمان آآ الكميند تاكست ده عبارة عن خاصية متغير كوميند. مايكميند. بيحتوي على التعبير النص يمثل جملة اللغة اللي هي. آآ ده عبارة عن مصنف يتم من خلاله انشاء متغير باسم دي تي. آآ ده يعني. يمثل جدول قاعدة البيانات المراد قراءتها. دي كده المصطلحات الموجودة تجربائيا في المنهج بتاعنا بالكامل. هنبدأ في الاسئلة بتاعتنا. دي اشهر الاسئلة اللي يجب قبل كده. سؤال صح وغلط. اول سؤال بقول لي يتم وضع عناصر داخل التحكم من خلال الخاصية ايتم. هقول له طبعا اناء الاجابة خطأ. واناء الاجابة غلط. تستخدم اداة تحكم آآ في اختيار انصر واحد فقط. طبعا القيمة المصدلة صح. تسمح لغة باضافة ادوات تحكم جديدة كنترول الى صندوق طبعا صح. زي حتى يمكن استخدام برنامج آآ فيه تشغيل ملفات مصصية. طبعا هو يعني ايه فيديوهات. يستطيع ان يستخدم ادراج صور متحركة داخل آآ اداة آآ وتظهر متحركة بعد التشغيل. تماما فيش مشكلة. توجد اداة آآ ضمن مربع الادوات. هي مش موجودة ضمن مربع الادوات. لكي احنا ممكن ايه ان احنا نضفها. هنا لا توجد اهيض ضمن مربع ويجب ضمها لهذا المربع. او يمكن ضمها لهذا المربع. يجب او يمكن او تماميه صح ما فيش مشكلة. يفضل تخزين خرائط آآ الدول بمجلدة الفتاك. هنا طبعا بقول لي يفضل. مش يجب. لانه ممكن تحطها باي اي ايجادو انت عاوزه. بس عشان الاستدعاء وسهل ايه الكود بتاعه. لفتح نافزت الكود اضغط على مفتاح من لوحة المفاتيح. طبعا هنا غلط التشغيل البرنامج من لكن اللي هو الفتح نافزت الكود. تعود ده بقيمة من النوع طبعا اجيب صح? الاعلان عن الدلة يبدأ بكلمة طبعا الدلة. بغلط. السؤال اللي بعده. هنا بقول لي ليه يسمح ان تحتوي الدلة على وسائط. طبعا غلط. الدول بتحتوي على ايه? على وسائط. ممكن يكون وسيط او اكثر كمان. الوسائط في الدلة. جدت اه. اه. طبعا صح? القيمة الرجعة من الدلة دية. من النوع طبعا غلط هنا. اه يتم الاعلان عن باستخدام كلمة اه دلة اجراء طبعا اي غلط. يمكن انشاء متغير من النوع في الزاكرة يحفظ فيه البيانات التي يتم احضرها من ملف البيانات طبعا صح? لا تسمح لغة بتغيير الاسم راضي لادوات التحكم. غلط. عادي ممكن ان نغير. الحدث اه اختبر العنصر الذي تم اختياره داخل الكومبو بوكس طبعا صح? تستخدم جملة اه في اكتشاف الاخطاء التي قد تقع اثناء التشغيل طبعا صح? ودي بتسهل على المبرمجين ان هم يشتغلوا. اه الكلمة المحجوزة مية تستخدم في نفس الكل تشعر الى نهاية الاجراء غلط. مية تشعر الى النموزج الحالي الفورم اللي ان وقف فيه. يبدأ اعلان عن متغير بكلمة دم طبعا صح? السؤال لبعضه. وقولي هنا لا تسمح لغة بالاعلان عن المتغير بدون تحديد قيمة. طبعا هنا دون تحديد قيمة غلط. لا تسمح لغة بالاعلان عن سابت بدون تحديد قيمة طبعا صح. المتغير ممكن انا احدده او ما احددهش عادي ما فيش مشكلة لكن السابت شرط اساس ان انا احدده. توجد بعض الخصائص بين معظم ادوات تحكم منها خاصية. طبعا هي موجودة في الكمبو والااا الكمبو بوكس والليست بوكس. فمش موجودة في المعظمة هاي هاي فخدني اهني وبدأنا غلط. ضغط على مفتاح اف فور من لوحة ما فيش تشغيل برنامج طبعا غلط اما اف فور بيظهر اا مربع الخصائص. اا لاضافة اداة زر الامر بوتن الى واجهة البرنامج. انقر نقل مزاوج على اداة الزر في صندوق طبعا صح? اا في الامر مي دوت وانتو ساوي ترو. فان الترو تمثل الخاصية تمثل القيمة. طبعا غلط. هي الخاصية والترو هي القيمة. تستخدم الخاصية لضبط لون الكتابة. طبعا صح. لانشاء مشروع جديد اختر الامر من قايمة طبعا صح? ضبط الخاصية تحكم بالقيمة يجعل اداة مرئية. طبعا يعني اداة مرئية او غير مرئية. يعني مرئية غير مرئية. يمكن انشاء متغير من النوع دات في الزاكرة ويحفظ فيه بينات التي يتم احضرها من ملف البيانات طبعا صح? اداة تحكم لا توجد ضمن المحتويات الافتراضية في الصندوق الافتراض طبعا صح نجلنا بيجب اضافتها او ان انت بتضفها. يدين فتح قناة اتصال بين البرنامج الذي يتم انشاءه بلغة وملف الاكسل باستخدام طبعا غلط. تحتوي على قيمتين احدهما الظاهرة. يزيبوا والاخرى غيث ظاهرة طبعا صح? السؤال اللي بعده عندي هو. بقولي اكمل. اه تحتوي الدلة اه اه داتا فروم اكسل شيت على كم وسيط? طبعا تحتوي على اتو. الوسيط نجد في الدلة يمثل مسار ملف البص اللي هو المسار. ادي اتنين. يبدأ الان عن الدلة اه داتا فروم اكسل شيت بكلمة. هنا بقولي الاعلان عن ايه? الدلة. الدلة يبقى ايه? فانكشن. اه طب. تم الاعلان عن المتغيرات تيت بكلمة. هنا بقولي المتغير. المتغير دايما بعلن عنه بالامر الاسمه ايه? في نفس الكود قائمة تعرض الاجراءات اللي هو. شو كده خمسة الاولى. وبينما المتغير بتاع الاجراءات. خمسة اللي انا تمام? السؤال اللي بعده. بقولي هنا النقط. هو همزة نقط هو همزة الواصل بين والداتا بيز او قاعد البيانات. اللي هو عبارة عن مفتاح نقط من لوحة المفاتيح يستخدم مفاتح نافزة الكود طبعا اف سبن. اه هنا بقولي الاسم مش النص الظاهر على الاداية وبتالي هناخد الخاصية لا تستخدم تغيير النص على الاداية هنا ايه? على يعني على واجهة الاداية يبقى الخاصية تاكست. لغة البرمجة المستخدمة في مشروع اطلس العربي. احنا بنستخدم اه طبعا الدرس بتاعنا او الشغل بتاعنا المانج كله عبارة على الاطلس. بستخدم فيه الاساس اللي هو ايه? طيب عندي كمان بقولي الحدث الافتراضي للاداة. اه هو هنا بقولي يفضل ان يبدأ الاسم الجديد للزر بالاوامر اللي هو ايه? طبعا احنا هنا المبرمجين بفضل ان هما يختصروا الادوات الى تلات حروف. هنا بقولي البوتن طبعا. يفضل ان يبدأ اسم اللابل او المبين بسطحه اللي هو الاستخدام المتغير في اكثر من اجراء بدون وقوع اخطاء. في البرنامج يلزم الاعلان عنه على مستوى. طبعا التصنيف. تنتهي جملة اف بي الاند اف. ولازم يكون فيه بين الاند والاف مسافة. مش لازجين في بعض. في حال استخدام جملة اف الشرطية. وكان نتج الشرط خطأ فالس. فان البرنامج يقوم بتنفيذ الاوامر التي تدي كلمة ازا كان ترو بينفز البعض زين. في حالة ازا كان بالنسبة للبعض ايه? الغرض من الكود. اه سيليكتد اا سيليكتد ايتم بيسوي فيو. اه في. هو عبارة عن ايه? هنا طبعا بيخزن العنصر اللي هو المحدد في المتغير اللي هو بي. هنا بقول الكمبو بوكس اللي هي الاداة كومبوكس وان. سيليكتد ايتم اللي هو العنصر المحدد اللي هو هيب ايه هيتخزن فيه اللي هو قيمة ال ايه? ال في او المتغير اللي هي الامري. اتمنى ازاعي بحضورتكم الفيديو. ما تنقلش عين بالاعجاب والاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر جرس. اتمالك كل توفيق وتنجاح ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.